عنك ذريب وعند أيتام الله أكبر عملاها في البلدية الله أكبر لن يسمعك أحد فمن تحدى القانون وأطلق يد عصابة سرقة القرن لن يستطيع إيقاف استيلاء الميليشيات والمتنفذين لعقارات الدولة والمواطنين في حين يستعرض بإزالة التجاوزات للبسطاء من الناس دون المتنفذين منهم وبدون سابق إنذار لتوفير البديل ميليشيات فوق القانون ومتنفذون يحترفون غسل الأموال التي استولوا عليها ببناء مجمعات سكنية وأسواق أو تغيير جنسها من زراعية إلى سكنية فضلا عن تغيير عائديتها وتشييد أبنيتهم الخاصة عليها بغير وجه حق غير مقام يقول أسعد الحيداني تشذب يقول رئيس الوزراء يتشذب لا يكون أي بديل سرقات علنية دون محاسبة وحكومة الإطار التنسيقي برئاسة السوداني تقدم على هدم المنازل بذريعة التجاوز على أراضي الدولة دون أن تجرؤ على إزالة تجاوزات المتنفذين من أحزاب السلطة وميليشياتها في الوقت الذي تتضخم أزمة السكن في العراق مع زيادة عدد الأحياء العشوائية المبنية على هامش المحافظات العراقية مبادرات حكومية تزعم حل أزمة السكن في العراق تظهر للإعلام كمبادرة أجر وتملك التي أطلقها السوداني ولا ترى النور كسابقه الكاظمي حينما أطلق مبادرة داري التي لم ترى النور بشهادة وزير الإعمار والإسكان في الحكومة الحالية في ظل حاجة البلاد إلى بناء ثلاثة ملايين ونصف مليون وحدة سكنية لسد النقص الكبير فيها حتى أصبح ملايين العراقيين يحلمون بسكن يليق بالكرامة الإنسانية انسجاما مع الحق العالمي بالسكن الذي كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما ترتفع أسعار العقارات بشكل جنوني يفوق قدرة المواطن العراقي مع انخفاض قيمة العملة وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر